بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاب وطالبات الصف الثالث سنة ومعكم مستر رحمد رمضان من قناة انجلس سيكريتز كنا يا جماعة شرحنا الوحدة العشرة جرامر وملاحظات وحلينا على الجرامر الحصة النهاردة الحصة الثالثة هنحل على الكلمات والتست بالنسبة للناس المشتركة في الامتحات الإلكترونية يا جماعة الناس اللي اشتركت في الامتحانات بتاع المحتوى الخاص يريد تخش تامتحان الامتحانات لأن الامتحانات فيها افكار يعني خاصة في جزئية القواعد مش اقول ان هي كل حاجة فيها مبتكرة بس فيها افكار جميلة جدا يعني فيها افكار مبتكرة فعلا خلاص الابتكار في جزئية القواعد يعني اوسع يعني وارد يجي منه حاجة لكن الابتكار في الكلمات في جزئية تلكلمات بيبقى كنوع من التدريب كنوع من توصيل بعض المعلومات لأن البحر الكلمات أوسع من بحر الاكواعد أو بحر الافكار في الكلمات أوسع من بحر الاكواعد القواعد فالناس تخش لان هتستفاد يعني لان عايز اقول انت هتستفاد معلومات واسمع الفيديو اللي بيحلل الاجابات بعد او اللي بيفسر الاجابات بعد ما تخلص الامتحان يعني مش الهدف ان انت بتجيب مثلا سبعة من عشر او تمانية او عشرة من عشرة مثلا الهدف ان انت تعرف لا الاخطاء دي حصل كده عشان ما تتكررش تاني كده هتكون لنفسك ثروة من الافكار خلاص هتسنتك بعد كده هتخليك متمكن جدا من المنهج ان شاء الله بصوا معي هنا بيقول لي يعني بيتكلم لغة المانية طالقة هنا صفة للغة نفسها عشان يقول لازم يقول عشان يقول خلاص وحنا في جزئة الملاحظات قلنا النقطة دي او نوغت او لارج ووتر ستورم لارج ووتر ستورم يعني عاصفة لارج وينتر ستورم عاصفة شتوية بير جدا فيها سقوط يعني جليد يعني في رياح ومعها ايه جليد طبعا رياح مع جليد مع بعض اللي هي العاصفة السلجية يبقى ليه البلزرد اندي كده طب if there is a if there is a nougat coming your way you'd rather hold onto your head and your little dog too because this is an extreme strong extreme strong wind اللي هي الجيل على طول the Egyptian the Egyptian ambassadors to foreign countries can manage relations with them الصفراء المصريين للدول في الدول الاجنبية يدوروا الالاقات معا my achievement in work have earned me يعني اكسبني the respect of my nougat workers فيه له طبعا رفقاء العمل فيه له workers the poet compared his beloved to the moon this is simply called يعني الشعر قارنة محبوباته بالقمر this is simply called personification ده اللي هو التشخيص i was دي جزء يعني حاجة بلاغية ده بلاغة لو في اللغة العربية طبعا i wish i were nougat i would choose my minister carefully i wish i were a president ياريتني كنت رئيس انا كنت اختر الوزراء بتاعوتي بعناية and govern the country واحكم الدولة properly بشكل سليم and ferley وبعد the article is too long المقال طوول جدا and accompanied and complicated ومعقد to be simple it needs to be عشان يتبسط عايز بجايه هو طوول ومعقد يبعا عايز تعمل البرفريس عادة صياغة people can control the distribution الناس ممكن يتحكموا في توزيع of their wills توزيع السروة بتاعتهم before they die by writing a will انهم يكتبوا وصية i appreciate all nougat who work very hard طبعا الناس اللي هم المناضلين المكافحين اللي بيعملوا بجد despite the bad weather conditions to earn their living if you get caught unexpectedly in a traffic jam طبعا يعني get caught هنا معناها يعني احتبسك او تعطلت في المرور احتبسك المرور يعني مش عارف تمشي في الشارع you will wish you brought an umbrella لحظة بجا if you get caught unexpected in a downpour هنا على طول لو انت احتبسك المطر سقوط المطر بجا مش المرور لان انت هتتمنى لو كان معاك شمسية يبقى ده عشان تمشي مع المعنى هنا يبقى يبقى traffic jam دي غلط الصح دي يا جماعة the discussion was not everyone had that chance to express their point of view the discussion was good organized well organized يعني organized منظم صفة عشان بعد was organized وظرف will بيصف مين بيصف الصفة يبقى was well organized i was not when i heard the news of his death i was shocked انصدامت لما سمعت خبر موته the nougat of the world is increasing rapidly nowadays the population السكان بتاع العالم بيزداد بسرعة هذه الايام الجملة اللي بعد كده في الصفحة اللي بعد هي الجملة رقم 38 the new factory showed nougat 500 jobs it is really a good idea to build it here طبعا create يعني المصنع الجيد ده سيتيح 500 وظيفة فكرة جيدة انه يتبني هنا all countries should work to find solution to the issue of global warming طبعا الاحتباس الحراري يحلوا قضية الاحتباس الحراري tom spent most of his nougat as a teacher يبقى most of his career قضى معظم حياته المهنية كمعلم my houses many houses were swept away swept away by the flood the الفيضانات يعني كثير من البيوت يعني ازيحت الفيضان ازاحها او ازالها من مكانها يعني swept away i hired a lawyer يعني استجرت محامي to nougat me in court represent يعني يمثلني في المحكمة in the court the government على فكرة court تنفع معنى ملعب او صل رياضي مغطى يعني ملعب مغطى داخلي the government should provide job opportunities لو دع الحكومة ان تتيح provide job opportunities فرصة عمل for those للشباب there is fierce competition taking place between the two nougat candidates there is fierce competition يعني فيه منافسات شديدة taking place بتحدث between the two nougat candidates the two presidential two presidential candidates يعني الاثنين المرشحين الpresident presidential اللهم الرئاسيين ايجبت seeks to establish nougat relations with many other countries diplomat diplomatic علاقة diplomasية diplomatic خلاص a nougat is a person from ايران خلاص طبعا الايرش ده المعليش البرسيان بيرسيان ده اللي هو الشخص الفارسي اللي هو من ايه من ايران خلاص دي غلط ودي غلط طيب my brother works as a nougat اخويا بيعمل نougat he writes news reports for news period journalist بيعمل كصحفي بيكتب تقارير بريل جرائد the country is proud of its democratic system النظام بتاعها الديمقراطي in which we can vote اللي فيه بنقدر ندلي بأصواتنا ونعبر عن رأينا النougat did she try to prove that her father was innocent in vain يعني دون جدوى حاولت تثبت براية ابوها الكلمة دي بمعناها الوريد الوريد اللي هو الوريدة بتاع الجسم مفرد هوريد was sentenced to death يعني حكم عليه بالموت التعبير ده مهم يا جماعة sentenced to death يعني حكم عليه بالموت أو بالعدام the world closest nugget and the most difficult to reach in انتركاتك the world it's coldest continent يعني أبرد أبرد قارة في العالم والأصعب الوصول إليها قارة انتركاتك قارة القبيعة الجنوية a nugget is a large round object شيء مستدير large ضغط in space that moves around the sun طبعا اللي هو البلانت الكوكب unlike pointer على العكس الشار pros is not written in rhyme يعني على العكس الشار النسر اللي هيكتب بقافية that car is my nugget is my nugget you must not you mustn't use it without my permission is my property my personal my belonging my possess my property يعني ملكية ملكية خاصة بي يعني my property يعني ملكية من ممتلكاتي طب earthy quicks has nugget a lot of damage caused a lot of damage caused damage صح do damage صح do damage صح بس ما فيش do فيهمهم خلي بالا أنا عندي cause صح لو كان في do كانت بقات صح طيب وخشها الصفحة اللي بعدها mr. osama went went طبعا a business trip was mr. methad last month طبعا on went on a business trip بصوا مع كلمة trip journey نقول go on a trip and go on a journey يعني اصلها go on a trip and on a journey يبا هنا ايه on my grand father left me some money ابويا ترك لبعض المال in his will يعني في وصيته خلاص they are going to knock down these old houses knock down هما هنا هيهدم هذي البيوت القديمة النقطون دول مستبعدين شوي يعني حاجة كده مش برا الهدف خالص او برا الموضوع شوي عمتل النقطة وهنا معناها يحدم هذي البيوت وهنا في الوصية يبق in his will هي معناها غريب شوي باللغة العربية 59 a nougat degree from oxford university is a source of pride مصدر للفخر getting الحصول على getting a degree الحصول على درجة علمية خلاص ما ينفعش اقول التخرج درجة علمية الحصول على درجة علمية من جامعة oxford مصدر فخر درجة علمية اسكد to nougat a meeting with the teaching staff asking to have a meeting انه يعني يلتقي مع فرق التدريس طيب I don't think I have enough skills to nougat this task to do this task ما عنديش المعارض كافية لأداء هذه المهم نترجم عربي له الانجليزي تمام طيب بنقف هنروح كده على التست الجملة اللي قوية في التست بيقول هلا اسكد علم what nougat the following day what she would do مستقبل مرتب خبري ومحول للأبعاد مريم اسكد me whether we nougat to the park whether we should go الباقي كل غير محول للأبعاد خلاص i nougat the name of my friend's cousin i wanted to know أردت أن أعرف زنيم of خلاص أردت أن أعرف أصل هنا ما ينفح لون درد انكوارد عايز أباوت عشان بعدها كلمة زنيم وفي أصل هنا اللي جاي بعد النغة يعتبر اسم اللي جاي بعد النغة ده اسم مش جملة اسم كله اسم فالوحيد اللي ينفح هنا أردت أن أعرف اسم مش أنا استفسرت اسم ولا أنا تسألت اسم ولا أنا أخبرت اسم لأنا أردت أن أعرف اسم عشان تمشي السياق قال طبعا يعني بدل يستر بهاد بدل صوب سبب الحريق ريتم بتاخد فور سألني إذا كنت بقدر أعرف أتكلم إنجليز إيه كويس ولا لا طبعا الغلال دي هي قمح أو حب بتستخدم لها للطعم إذا إذا كان أصدر أصدر لأن سن أصدر أصدر نغات لأن الشمس ما كانتش أشرقت فكان جو مظلم وست معناها تغرب طبعا الشمس عايش فين أبرود أهي في الخارج دي أمو الأبرود دي علامات نسفين أو طائرة أبرود دي معناها عريض وأبرود معناها صبورة أو لوحة